اشتركوا في القناة اللهم امين حالتنا النهاردة بامر الله تعالى هنعمل مع بعض خل البلح بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا بنفس الاسلوب والطريقة اللي عملنا به خل الطفاح الطريقة دي اطلبت مني من احدى المشاهدات الكريمات طلبت مني ان انا اعمل خل البلح بنفس الطريقة والاسلوب بتاع خل الطفاح هنعمله زي ما قلنا بطريقة سهلة جدا وبسيطة بس البلح بيختلف عن الطفاح الطفاح بتبقى السمار كبيرة بتحتوى على كمية كبيرة جدا من السوائل لعكس البلح السمار صغيرة هنعمله برضه بنفس الشكل والمكونات هنحطه بالبزر هنحطه بالعنقود بكل المكونات بتاعته وهنعمله محلول سكري وهنعمله الطريقة دي سهلة جدا في طريقتين لأي نوع من أنواع الخل للسكريات سواء بلح سواء عناب سواء خل طفاح أو أي أنواع الخل من الفكهة بتعمل الممكن بنحط كمية من السكر على كمية من السمار وبنسبها 40 يوم هي الفترة الحلال لإنتاج الخل وبعد كده بنتبعها لحد ما يبدأ عندي سائل الخل يزهر ولازم يبقى فيه قطرة أماشة محطوطة على فتحة شفشة أو برطمان على أساس أنها تسمح لي بمرور الهواء عشان يبقى فيه تفاعل بين الغازات اللي بتتحول ما بينها بين اللي قدر الله اللي هو بيحول المنتج إلى خمرة أو اللي بيحول المنتج إلى الخل الحلال بتتم العملية دي على مدار 40 يوم كاملين عن طريق القطرة الأماش دي وعن طريق الهواء في خروج ودخول الهواء بحرية بعد كده بينتج لي المنتج الخل في طريقة تانية اللي هي محلول السكري أو المحلول الميا بالسكر دي بطريقة سهلة جدا وبسيطة وعملنا أكتر من مرة في خل العنب ويخل الطفاح الطريقة دي حوالي 80% من الطريقة دي بتنتج لي الخميرة الأم أثناء تكون أو الفترة الزمنية اللي هي 40 يوم الحلال اللي بيتكون لي فيها الخل سأخلي الطفاح أو خل العنب أو خلي البلح اللي هنعمله إن شاء الله النهار الطريقة التانية ممكن بتكوني الخميرة الأم بعد ما بصفي المنتج عندي أو السائل عندي وبعد كده بيفضل بقى عندي مثلا فترة من الزمن الزمن بيقول إيه بيتعتق فلما بيتعتق الجزيئات بتاعة السمار اللي نزلت أثناء الخل أو فترة الخل بتبدأ تكوني الخميرة الأم وجود الخميرة الأم بالمحلول السكري أو بالطريقة اللي بيحط عليها السكر معناها إن الخل عندي الحمد لله مر بمراحل الإنتاج بتاعته مراحل نكحة بأمر الله تعالى وبيكون على الأعلى درجة من الجودة بإذن الله تعالى كل ما يتعتق عندي كل ما بتكون عندي الخميرة مرة واثنين وثلاثة ممكن نلاقي في الخل أكتر من أرس من أقراس الخميرة ممكن نلاقي ثلاثة أربعة هنبقى إن شاء الله في حلقة مخصوص بإذن الله تعالى هنشوف فيها تفاعل الخل التفاح أثناء أو بداية حدوث التفاعل وليه؟ وسبحان الله هي كنت معي بالصدفة البحثة القطعة اللي ماشي فعلا بتعمل على وجود الهوى فالهوى ده بيعمل لي عملية أكسادة وحدوث العملية الحلال للخل سواء التفاح أو العنب إن شاء الله هنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهنتبع مع بعض أول فقرة لينا وتعالوا مع بعض الفقرة الأولى إن شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ مع بعض أول فقرة لينا في صنع خل البلح مكوناتنا بسيطة جدا وسهلة جدا زي ما قلنا هنعمله بمحلول السكري أو محلول الميا بالسكر الطريقة دي زي ما قلنا في المقدمة بتنتج لي عنها في خلال فترة حدوث الخل ممكن بنسبة حوالي 70-80% الخميرة الأم أو بعد ما يطلع للمنتج بأمر الله تعالى بتطلع عندي الخميرة الأم مكوناتنا نصف كيلو من البلح عندي كمية من الميا تكفيلي المنتج ونصف كباية أو كباية من السكر هنقول تاني ما قدرنا نصف كيلو من البلح كمية من الميا تكفي إن أنا أغطي كمية البلح اللي عندي نصف كباية أو كباية من السكر البلح والميا والسكر لما حطوهم بعد عندي ترقتين إما أدوب السكر مع المية ويبقى محلول سكرية خارجية وبعدين أحط سمار البلح زي ما قلنا نحطها بالنواة هنحطها بكل مكوناتها بالعنقود بتاعها في البرتمان يكون نضيف ومعقم وأحط عليها المحلول السكري أو أحطها بقى وأحط السكر البلح يعني وأحط السكر وأحط المية عليه لحد ما يفصل نسيب حوالي 5 سنتي أو 7 سنتي مقدار ما بين سمار البلح وفتحة البرتمان أو الشفشة اللي نعمل فيه عشان زي ما قلنا منحط قطة القماش تسمح لي بمرور عملية الهواء في العملية الكيميائية الطبيعية اللي هي بتحصل لي فيه أكسا ده بقى فيه الاكسوجين وبيدخل الاكسوجين وتطلع لي الغازات لقدر الله زي ما قلنا في المقدمة اللي هي بتملئ الخمرة وبتترصب تحت الغازات اللي هي بتحول لي المنتج لي خل حلال سواء في العنب أو في البلح أو في التفاح هنحط طبعا المقادير كلها مع بعض ونرجع مع بعض الخطوة الجاية وتعالوا مع بعض الخطوة الجاية إن شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم حطينا البلح زي ما قلنا بكل المكونات بتاعته حوالي نص كباية من السكر أو كباية زي ما قلنا فيه طريقتين يأما أعمل محلول السكري أدوي بالسكر بالمية خارجي وحطه على البلح أو أحط زي ما أنا بعمل كده بحط كمية السكر هنا كمية السكر ما لهاش علاقة بالطعم أو بالمزاج بعد ما يطلع لي الخل ما لهاش أي تأثير كل الموضوع إن السكر بعمل لي على تفاعل وخروج الغازات اللي بتتحول قدر الله خمرة وبتكون فيه غازات اللي هي صلاحة للخل التفاح أنا هنا بحط المية بخليها ضغطي لكل مكونات الخل زي ما قلنا بنسيب حوالي 5 سنتي أو 7 سنتي هتسمح لي بمرور الهواء لما يجي أحط كترة القماش على التفاح أو البلح هنا إحنا زي ما احنا شايفين حطينا البلح زي ما قلنا أنا طبعا البلح دو كان عندي فيه التلاجة حطها في الفريزر فإحنا هنكده نعمله كتجربة بسيطة أو كمية بسيطة إن شاء الله وتعالوا مع بعض الخطوة الجاية إن شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم إحنا كده خلصنا منتج خل البلح خطوات بسيطة جدا وسهلة جدا نص كيلو من البلح كوباية أو نص كوباية من السكر عندي المية نسبة وتناسب بتغطيه لكل كمية البلح بس بحوالي 5 سنتي أو 7 سنتي من آخر كمية بلح هنحطها مع المحلول الماء السكري وبغطي بقطعة قماشة قطن هنا بقى نتكلم عن المصفات الحلال عشان أنا وانا مشيا ببقى فهمة إزاي الخل هيطلع لي إن شاء الله حلال أو إيه هي الخطوات الخل الحلال قطعة القماشة بقى أول حاجة عندي 40 يوم لازم يتم 40 يوم أثناء تصنيع خل التفاع النقطة اللي قبل اللي 40 يوم قطعة القماشة اللي أنا بحطها على البرطمان أو الشفشة بتكون قطن تسمح لي بمرور الهواء عندي عملية كيميائية طبيعية هتم ما بين المحلول الماء اللي هو بالسكر مع السمار سواء عينب أو طفاح أو خل الهواء بيسمح لي بالمرور بيتطلع لي سبحان الله عملية القائية تبادل بين الغازات اللي هي لقدر الله بتحول المنتج لخمرة وبين الغازات اللي هي بتحول المنتج لخل حلال هي دي القطعة القماشة اللي بتفصل لي الشعر أو أقل من الشعر ما بين لقدر الله الحرام والحلال اللي احنا كلنا بنبتغيه ويكون هو وصلتنا وغايتنا بأمر الله تعال بعد كده بقى بعد الاربعين يوم ببدأ أفتح عليه ممكن أكون مثلا نسيت تلات اربعة ايام زيادة بأكمل وبفتحه تون ما أنا عندي السائل موجود ما بقطرش أكتر من عشر ايام عننا اربعين يوم ببدأ أصفيه وبيطلع لنا إن شاء الله هنتبعه مع بعض أهم حاجة عندي وأهم نقطة عندي إن أنا لما باجي أتابع الاربعين يوم بكون كتبة وراءة لو أنا عملته واحد في الشهر الشهر ده والمساء عندي واحد تلاتين يوم بكمل عليه تسعة ايام بيبقى أربعين يوم بكتب بالورقة لازم أكون حزبة تماما تسعة وتلاتين يوم ونص يبقى حرام إن أنا أفتحها للخل الأوليس ما تحوليش للخل الحلال من بعد أربعين يوم أنا كده خلاص في المنطقة الحلال أقدر إن شاء الله ممكن أسيبه عشرة ايام خمس ايام ده لما أنا نسيت أحطه قدام بقى في المطبخ أحطه على تربيزة عشان أكون شايفاه وأنا بعمل الحاجة بصورة تلقائية إحنا كده خلصنا المنتج بتاعنا خطواتنا كده بسيطة جدا وسهلة جدا إحنا نسيبه إن شاء الله الأربعين يوم وهنحط الوقت كترة الأماشة وبعد ما نحط كترة الأماشة هنكتب الورقة اللي فيها يعني عملتهم كذا يوم واحد يوم اثنين أستنى أربعين يوم بعد الأربعين يوم هنفتح عليه وإن شاء الله يبقى في حلقة وإحنا بنفتح عليه بإذن الله إحنا نحط كترة الأماشة وبعد ما نحط كترة الأماشة هنقفله إن شاء الله ونستنى الأربعين يوم وبعد الأربعين يوم بإذن الله هنبقى فيه حلقة هنتكلم فيها عن تصفيته ونشوف المنتج بتاعنا بإذن الله زي ما إحنا شايفين إحنا عطينا كترة الأماشة خلاص هنكتب بقى الورقة أنا ما سأعملتهم واحد يوم اثنين يوم تلاتة أخليها في الأستك وأستنى الأربعين يوم لحد إن شاء الله ما يتم التفاعل الحلال ولحد ما يتم إن شاء الله التفاعل بأمر الله تعالى نكنا من أهل الدنيا الأربعين يوم هنرجع نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد ولحد ما نتقابل أستودعكم والله الزلطة دي ودقاء والسلام عليكم وحمد الله وبركاته اشتركوا في القناة